للصلاة واجبات تبطل بتركها عمدها وتسقط سهوا وجهلا ويجب لسهو شيء منها سجود السهو وواجبات الصلاة ثمانية هي تكبيرات الانتقال وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط أما الإمام والمنفرد فيسن لهم الجمع بين التسميع والحمد قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود وما زاد عن المرة فسنة في الركوع والسجود قوله بين السجدتين رب اغفر لي ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي الجلوس للتشهد الأول لحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد التشهد الأول والفرق بين الواجبات والأركان أن من نسي ركنة لم تصح صلاته إلا بالإتيان به أما من نسي واجبة أجزأ عنه سجود السهو فالواجب على المسلم الحرص على إقامة الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي ترجمة نانسي قنقر